بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروسنا لشرح مقرر تنظيم حاسبات واحد ما زلنا في الباب الثاني Basic Computer Organization and Design نتحدث اليوم حول موضوعين الموضوع الأول Computer Instruction Types وفيه نستعرض أنواع التعليمات المختلفة للحاسبات الموضوع الثاني Basic Computer Instructions وفيه نتعرف على قائمة من التعليمات التي يستطيع الحاسب الرئيس أن ينفذها نبدأ بالموضوع الأول Computer Instruction Types وكما نرى في الشكل هناك ثلاثة أنواع من أنواع التعليمات المستخدمة للحاسب النوع الأول يمثل تعليمات تتعامل مع ذاكرة الحاسب لذلك سميت Memory Reference Instruction وفيها يكون هناك إما إدخال بيانات إلى مكان في الذاكرة أو استخراج بيانات من مكان في الذاكرة للتعامل معها عن طريق الOperation النوع الثاني تعليمات تتعلق بالتعامل مع محتويات السجلات ومن ضمنها طبعا سجل الأكوميليتر وهذه التعليمات نسميها Register Reference Instruction وهي لا تتعامل مع مناطق في الذاكرة نفس الحال للنوع الثالث وهو يتعامل مع طرق إدخال أو إخراج بيانات من الأكوميليتر وتسمى Input Output Instructions ما هي أوجه الشبه بين هذه الثلاثة أنواع؟ أوجه الشبه أنها جميعا بها 16 bit كلها 16 bit instruction وكما نرى من الصفر وحتى الخمستاشر هذه 16 bits أما الفروقات بين هذه الأنواع فنذكرها بشرح كل واحد بشيء من التفصيل نتحدث أولا عن الميموري Reference Instruction وكما نرى أقصى bit إلى اليسار في هذه التعليمة هي bit i وسميناها بالaddress bit قلنا إذا كانت تساوي صفر هذا يعني أن العنوان مباشرة وإذا كانت تساوي واحد هذا يعني أن العنوان غير مباشرة أما الOperation Part أو الأوب كود فهو يتكون من ثلاث أصفار أي من الصفر وحتى واحد واحد صفر أي إلى الستة من الصفر وحتى الستة بالدسيمال يمكن أن نجد هذا التشكيل داخل الأوب كود بارت أو الأوبريشن بارت وفي الأدرس هناك مكان لـ 12 bit نحدد بها أماكن في الذاكرة 12 bit تعطينا توافيق 4096 موقع مختلف في الذاكرة إذن شكل هذا الانستركشن الميموري ريفونس انستركشن غد يكون هكذا يبدأ بالصفر إذا كان مباشر وبعدها نجد عدد بين الصفر والستة مثلا نجد 4 1 0 0 أما الجزء الخاص بالأدرس فنجد فيه 12 bit مختلفة تكوين من تكوينات الـ 12 bit المختلفة مثلا 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 مثلا وتصبح هذه هي الأدرس bit تدل على أن العنوان مباشرة أي أن الأوبرا نصل إليه بخطوة واحدة وهذه الأوب كود تدل على عملية محددة من عمليات الميموري ريفونس انستركشن وهذه الـ 12 bit تقودنا إلى موقع محدد في الذاكرة لنجد فيه الأوبرا كما شرحنا سابقا وغد يكون هذه الانستركشن تبدأ بالواحد نفس الانستركشن يمكن أن تبدأ بالواحد وتصبح باغ الأجزاء كما هي أو غيرها وفي هذه الحالة هذه الـ 1 تشير إلى أن الوصول للأوبرا يحتاج إلى خطوتين وباغ الأجزاء يسري عليها نفس الشرح السابق بالنسبة للرجستر دائما ما تبدأ بالأرقام صفر واحد 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 وهذا صفر واحد 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 يعطي السبعة بالدسيمر لذلك كأننا نقول أن الآي دائما تساوي صفر دائما تساوي صفر وأن هذا الجزء دائما يساوي السبعة لذلك المحصلة أن الانستركشن من نوع الرجستر ريفرانس يقوم بهذا الشكل دائما يبدأ بصفر ودائما تليه ثلاثة واحدات ثم في هذا الجزء نحدد عملية من عمليات السجلات ماذا نريد أن نفعل في السجلات رجستر أوبريشن ولاحظوا أننا لم نحتاج إلى مكان في الزاكرة وبالتالي لم نحتاج إلى أدرس بيتس بالنسبة للإنبوت أو أدبوت إنستركشن دائما الأدرس بيت تساوي واحد والباقي أيضا دائما يساوي سبعة إذن هذه الإنستركشن دائما تبدأ بأربعة واحدات وهي إذا حولناها إلى النظام الهيكسا ديسيمل هي الإف فهذه الإنستركشن دائما تبدأ بأربعة واحدات ثم يليها في هذا الجزء عملية من عمليات الإدخال والإخراج نسميها Input-Output-Operation وأيضا ليس هناك حوجة للذهاب إلى موقع في الزاكرة وبالتالي ليس هناك حوجة إلى أدرس بيتس نذكر بأن هناك في الحاسب الرئيس سبعة عمليات من النوع الأول عمليات الميموري Reference Instruction عددها سبعة عمليات وهناك اتناشر عملية من نوع الRegister Reference اتناشر عملية وهناك ستة عمليات من نوع الInput-Output Instruction بما يعطي مجموع خمسة وعشرين عملية رئيسية سبعة زايد اتناشر زايد ستة يساوي خمسة وعشرين عملية رئيسية نستعرض الآن هذه العمليات نبدأ بعمليات الميموري Reference Instruction وهي جزء من Basic Computer Instruction وعددها كما ذكرنا قبل قليل هو سبعة عمليات هذه العمليات يتم التعامل فيها بين محتويات الأكوميوليتر وداتا نأتي بها أو بيانات نأتي بها من موقع فيتزاكرة لذلك هي عمليات تشمل طرفين الطرف الدائم هو محتويات الأكوميوليتر والطرف المتغير هو البيانات التي نأتي بها من الذاكرة وكما ذكرنا قد يكون العنوانة مباشرة وفي هذه الحالة i تساوي صف وهي الAddressbit أو غير مباشرة وفي هذه الحالة i تساوي واحد لاحظوا معنا هذه السبعة عمليات العملية الأولى Ant اللي بعدها Add بعدها Load بعدها Store Content of Accumulator in Memory بعدها Branch بعدها Branch and Save Return Address وأخيرا Increment and Skip If Zero لكل عملية من هذه العمليات تعليمة تتكون من 16 bit نعرف أن الـ 12 bit إلى اليمين هي مكان فيتزاكرة أو عنوان لذلك نضع XX بمعنى Don't Care في الباينر يعني يمكن أن يكون هنا أي عنوان يتكون من 12 bit وبما أننا نرمز إلى التعليمات بالـ Hexadecimal نضع ثلاثة Axes بحيث كل X تفك إلى أربعة bits ويصبح أربعة في ثلاثة تساوي 12 ثم بالنسبة للتعليمات أو العمليات المراد إجراءها مثلا الآن تمثل بالصفر كما نرى في هذا العمود إذن هنا يكون هناك زير 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 والصفر الرابع هو صفر العنوان المباشرة هذه عملية الآن أما إذا كانت عملية الآن تجرى بين محتويات الأكوميليتر وموقع في الذاكرة نصل إليه بطريقة غير مباشرة فنفس الـ Instruction يكون شكلها كالآتي تبتاب الواحد لأنها عنوان غير مباشرة ثم صفر 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 وباغل 12 bit نحدد بها مكان ما في الذاكرة نرمز إليه بـ 3 crosses وإذا رأينا إلى هذا العدد في الرسم الأول هذا العدد يترجم إلى 0 بالـ Hexa وهذا العدد في العنوان غير المباشرة يترجم بـ 8 بالـ Hexa لذلك نرى أن الـ Hexa تزم الكود لعملية الآن تبدأ بالـ 0 وتنتهي بـ 3 axis في حالة العنوان المباشرة وتبدأ بالـ 8 وتنتهي بالـ axis في حالة العنوان غير المباشرة وفي الحالتين العملية هي عملية أنت نفس الشرح ينطبق على العمليات الأخرى آت ولكننا هنا بدل الصفر نجد الـ Hexa دسم الواحد يعني إذا قلنا ما هو فك تعليمة الآن نكتب هنا آت نقول إما أن تكون مباشرة فتبدأ هكذا صفر 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 واحد وباغي الـ 12 بيت أي شيء ممكن أن يكون وهذه تترجم إلى Hexa دسم الواحد أما إذا كانت العنوان غير مباشرة فنفس الرسم هكذا ولكن نبدأ بواحد صفر صفر واحد وباغي الـ 12 بيت تقودنا إلى عنوان نضع ثلاثة كروسيس أو ثلاثة إكسيس ونجد أن هذه تترجم إلى تسعة وهذا هو السبب الذي جعل هذه الواحد تصهر هنا وبعدها ثري إكسيس أو هذه التزعة تصهر هنا وبعدها ثري إكسيس وقس على ذلك النوع الثاني وقلنا أن فيه 12 عملية مختلفة في الحاسب الرئيس هذه ستة منها وفي الشريحة التالية سنستعرض الستة الأخرى ولكن دعونا نتحدث عن تكوين التعليمة هذه هي التعليمة قلنا أنها دائما تبدأ بصفر واحد 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 وهذه دائما تترجم في الهكسا ديسيمل إلى سبعة أما باغي التعليمة فهو ريجستر أوبريشن وبما أن الأوبريشن ستكون مختلفة مرة نجدها هنا ثمانمائة ثمانية صفرين مثل ما ننظر هنا ومرة نجدها أربعمائة وهكذا إذا كانت ثمانمائة فهذه العملية هي عملية كلير وإذا كانت مثلا أربعمائة نفس البداية التي تترجم إلى سبعة والباقي أربعمائة فهذه عملية كلير ولكن للإي في الأول كانت الكلير للكوميليتر وهكذا فدائما هذه التعليمات تبدأ بسبعة ثم يضاف إليها الريجستر أوبريشن المطلوبة سواء كانت ثمنمائة أو أربعمائة أو ميتين أو غيرها كما في الجداول نفس الشرح لهذا الجدول ينطبق على هذا الجدول الثاني والذي فيه الست عمليات الأخرى لتكتمل عمليات الريجستر ريفرنس انستركشن فتصبح 12 ونجد هنا مثلا الانكرمينت يبدأ بسبعة وينتهي بصفر اثنين صفر إذن هذه دلالة على انكرمينت أكوميليتر وهكذا أما في النوع الثالث الانبوت أو اوتبوت انستركشنز وبما أن لدينا هنا ستة عمليات إدخال أو إخراج للكاركترز مع الحاسب فهي تبدأ بأربع واحدات كما ذكرنا تبدأ بأربع واحدات وهذه ترجمتها في الهكسا ديسيمل هي F هذا هو السبب الذي جعلنا نجد F في جميع العمليات البداية دائما أربع واحدات وهي F ثم تتغير باغي الانستركشن لتعبر عن نوع الانبوت أوتبوت أوبريشن الذي نريد أن ننفذه فإذا كان ثمانمائة مثلا فهذه انبوت كاركتر انتو أكوميليتر مثلا وإذا كانت F أربعمية فهذه آتبوت كاركتر من الأكوميليتر وهكذا إذن الآن عرفنا أنواع التعليمات وعرفنا الهكسا ديسيمل كود لكل تعليمة وأصبح بإمكانك من شكل التعليمة ومحتواها من الأرغام السنائية تستطيع أن تحدد هل هي ميموري ريفرنس أم ريجيستر ريفرنس أم إمبوت أو بوت ريفرنس عليك أن تنظر في الأربعة بيتس إلى أقصى اليسار لتخبر أي نوع من التعليمات هي وإلى اللقاء في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر